السلام عليكم متابعية الكرام وصفتنا اليوم طاجين الجنبري البيلبيل بتحضير سريع وطعم لا يقاوم فضلا لايك والاشتراك مع تفعيل رمز الجرس على نار هادئة إلى متوسطة أضع آنية الطاجين على صفيحة من النور التقيل وبآنية الطاجين أضع مقدار 4 ملاعق طعام من خليط زيت نباتية وزيت الزيتون أربعة فصوص من التوم مقطعة إلى شرائح رقيقة كمعلومة من المفضل وضع التوم بزيت باردة حتى لا يحترق معنا ونستخلص أكبر قدر ممكن من النكهة أضيف ثلاث وحدات من الفلفل الحريف الصغير أي السودانية بعد مرور دقيقة ونصف إلى دقيقتين أضيف في هذه الأثناء مركز الطماطم ويمكنكم تحضير هذه الوصفة دون إضافة مركز الطماطم فهي اختيارية أضيف الجنبري أي كروفيت بدون قصر طريقة التنظيف ستجدون بصندوق الوصف أسفل الفيديو بفيديو تيمبورا الربيان أدمج المكونات وأتبل بالفلفل الأحمر الحلو أي التحميرا والقليل من الملح أوزع التسبيل على بقية المكونات وأغلق آنية التاجين وأتركها تطهى معنا مدة 7 إلى 10 دقائق مع التقليد من حين إلى آخر الجنبري البيل بيل جاهز نزينه بالقليل من البقدونس المفرون بصحة ورحة وإلى لقاء قريب إن شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة